شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين هذه الليلة على ما هو المعروف تصادف ذكرى شهادة كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ووفاء لبعض حقوقها علينا نتحدث باختصار حول هذه السيدة العظيمة وذلك ضمن محورين المحور الأول لمحة تاريخية عن حياته كريمة أهل البيت والمحور الثاني كراماته كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أما بالنسبة إلى المحور الأول لمحة تاريخية والدها الإمام السابع من أئمة أهل البيت الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه والدتها سيدة عظيمة يقال لها تكتم ويقول المؤرخون أن هذه السيدة كانت سيدة مغربية والذي يرجحه من العلماء أن كلمة المغرب في الروايات التاريخية تطلق على المنطقة الممتدة في الشمال الإفريقي يعني المغرب الفعلية هذه جزء من بلاد المغرب فهذا السيدة العظيمة كانت من بلاد المغرب يعني شمال إفريقيا ويطلق عليها تكتم باعتبار أن كلمة تكتم من الناحية اللغوية اسم لبئر زمزم بئر زمزم من الناحية اللغوية إذا تراجعون الكتب اللغوية مثل لسان العرب وغيره تكتم اسم لبئر زمزم وعندما أمر عبد المطلب صلوات الله عليه بحفر هذه البئر قيل له إحفر تكتم ولعلها أطلق عليها تكتم تلك البئر لأنها كانت ظاهرة ثم خفيت وأظهرها عبد المطلب هذه البئر في الأحاديث هناك إشادة عجيبة بهذه البئر وفي بعض الأحاديث المروية أنه لا يوجد ماء ينبع على وجه الأرض أعظم من ماء زمزم وفي بعض الأحاديث إن ماء زمزم لما شرب له يعني أنتو عندما تأخذون هذا الماء وتشربونه للشفاء من الداء يكون فيه الشفاء أو تشربون هذا الماء للعلم الله سبحانه وتعالى يفيض عليكم العلم ببركة ماء زمزم فهذه البئر منبع للخيرات والبركات وهذه السيدة العظيمة تكتم كانت مصدرا لكثير من الخيرات والبركات والدة الإمام الرضا صلوات الله عليه والدة كريمة أهل البيت والدة الأئمة اللاحقين صلوات الله وسلامه عليهم إلى الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى ما فرجح كل الأئمة اللاحقين يرجعون إلى هذه السيدة العظيمة فكما كانت تلك البئر منبع للخيرات والبركات ولا زالت ولا زالت إلى الآن فهذه السيدة أيضا منبع للخيرات والبركات وفي كتب البلاغة إذا تراجعونها مثل المطول وغيره هناك بحث بعنوان الاستعارة اللفظ الذي يطلق حقيقة على شيء إذا وجد هنالك شيء آخر يشابهه في آثاره وأحكامه ذلك اللفظ يخلع من الموضوع له ويوضع على هذا الشيء الذي يشابهه في آثاره مثل كلمة الأسد تطلق على المعنى المعروف الرجل الذي يشابه الأسد في شجاعته هذا اللفظ الموضوع على المعنى الحقيقي نأخذه ونخلعه على المعنى الجديد هذا يقال له الاستعارة رأيت أسدا في المكان الكذائي هذا احتمال في هذه التسمية وهناك احتمال آخر أن كلمة تكتم بمعنى الطهارح والعفح وذلك لأنه الابتذال عادة ينافي الطهارة والعفح ضد الابتذال هو الكتمان فوالدتها السيدة تكتام اسمها كما هو المعروف فاطمة واشتهرت بلقب المعصومة هناك ملاحظة أشير إليها باقتضاب وهي أنه عندما تلاحظون تاريخ أهل البيت تجدون في تاريخ أهل البيت تركيزا شديدا على اسمين اسم علي واسم فاطمة صلوات الله عليهما وتجدون في الخط الآخر الخط المناوئ تركيزا شديدا ضد هذين الاسمين الخط الآخر كان يقوم بعملية تهميش كبيرة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه كانوا يحاولون أن يبعدوهم عن الحياة عمليات التهميش عمليات التسقيط عمليات الإبادة في التاريخ أكو هناك مقطع عجيب يقول إن بعض الخلفاء العباسيين إحدى العوامل بالذات هارون والمتوكل هذان من الخلفاء العباسيين الذين بلغوا درجات عجيبة من نصب أهل البيت وعداوة أهل البيت إحدى العوامل التي كانت تسبب هذر الدم شخص أن يقتل أن يسمي ولده باسم علي إذا واحد ولد له مولود وسماه علي كان يأخذ ويقتل في ظل الحكومة العباسية طبعا هذا الاتجاه اتجاه التهميش والتسقيط والإبادة هذا ما كان فقط في ذلك اليوم وإنما هذا الخط الذي بدأه بن أمية بن أمية وبن العباس ومن قبلهم ومن بعدهم ضد أهل البيت هذا الخط مستمر إلى هذا اليوم إلى هذا اليوم الآن أكو هناك قطاعات مجموعات ينصبون العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وأكو هناك عائلة معروفة وبيدها القدر والمكن الآن لا أسمي هذه العائلة وفي هذه العائلة الألوف من الأفراد ما أريد أذكر الرقع نقل لأحد المطلعين أنه لا يوجد في هذه العائلة لا يوجد في هذه العائلة في رجالهم في أطفالهم ولا اسم علي واحد فالعلي ماكو بيهم ولا يوجد في نسائهم ولا فاطمة واحدة على الأقل عظم صلى الله عليه ولكن هناك محاولة إلغاء أهل البيت من كل مناح الحياة أهل البيت ماعدهم حضور لا في الجامعات لا في المناهج العلمية لا في المناهج الفقهية لا في الإذاعات لا في التلفزيونات لا في الفضائيات لا في كتب الرواية لا في كتب التاريخ إلا مقدار أقل القليل هذا الخط خط التهميش وخط الإلغاء إلى الآن مستمر إذا يتمكنون يقتلون أتباع أهل البيت يفجرون مراقد أهل البيت إذا يتمكنون يحاصرون أهل البيت هذا الخط الآخر وهنا الكلمة للمأمون كتب التاريخ ذكرتها يقول نحن العباسيين جنينا على العلويين أكثر مما جنى عليهم الأمويون لأن الأمويون كما يقول المأمون في وثيقة تاريخية إنما كانوا الطابع العام عدهم إبادتهم كانت إبادة محدودة ولكن نحن العباسيين أبدنا كل من انتم إلى أهل البيت أي واحد كان هذه وثيقة تاريخية تذكرها كتب التاريخ في المقابل أهل البيت صلوات الله عليه مع كل هذه الضغوط الكبيرة كان عندهم تركيز كبير هذا إحدى المفردات على إحياء إسم علي وفاطمة لأن إحياء إسم علي وفاطمة إحياء للدين كله وإحياء للقيم الإنسانية كلها من أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بعد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب صلوات الله عليهم عدنا ثلاثة سموا بعلي الإمام زين العابدين علي الإمام الرضا علي الرضا الإمام الهادي علي الهادي ثلاثة من أئمة أهل البيت بعد أمير المؤمنين سموا باسم علي كلمة فاطمة في العائلة فاطمة بنت الإمام بنت الإمام الرضا صلوات الله عليهم نقلت عن فاطمة بنت الإمام الكاظم يعني فاطمة المعصومة عن فاطمة بنت الإمام الصادق عن فاطمة بنت الإمام الباقر عن فاطمة بنت الإمام زين العابدين عن فاطمة بنت الإمام الحسين عن أم كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ينقل حديث في بيت الإمام الكاظم صلوات الله عليه لم تكن هناك فاطمة واحدة وإنما كانت هناك أربع فواطن يعني فاطمة المعصومة لها ثلاث أخوات كل منهن يقال لها فاطمة أربع فواطن في بيت واحد طبعا هذه ظاهرة غير مألوفة يمكن في بيت تكون هناك فاطمتان فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى أما في بيت أربع فواطن هذه ظاهرة غير مألوفة الإمام الكاظم صلوات الله عليه في قبال الخط الآخر الذي كان يحاول أن يلغي أهل البيت بشكل تام كان يركز على إحياء أمر أهل البيت وإسم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين السيدة المعصومة على المعروف ولدت في الأول من ذي القعدة عام 173 هجرية وتوفيت على ما هو المعروف في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني عام 201 فيكون عمرها المبارك من عام 173 إلى عام 201 حوالي 28 عاماً السيدة المعصومة صلوات الله عليها لم تمت موتة طبيعية على ما هو المعروف وإنما قتلت مسمومة هناك وفدان هذا أيضا يدل على ما فعله الحكام الظالمون هناك وفدان تحرك لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه في خراسان الوافد الأول وفد من العائلة العلوية عن طريق شيراز إلى خراسان هذا الوافد ضم الألوف كما يقول المؤرخون من العائلة الهاشمية ومن يرتبط به الوافد الثاني تحرك عبر الري وساوة إلى خراسان الوافد الأول المأمون بعث إلى حاكمه أن يمنع هذا الوافد لأنه أهل البيت صلوات الله عليهم الحكام ما كانوا يتحملون حتى وجودهم الحاكم إجي وطارد هذه القافلة وفرق هذه القافلة وكان في هذه القافلة ثلاثة من إخوة السيدة المعصومة محمد وأحمد وحسين هؤلاء اضطروا إلى التخفي وتبديل ملابسهم ودخلوا مدينة شيراز متخفين وذهبوا إلى بعض البيوت واختفوا فيها بعد فترة الحكومة عرفت محلة أحمد ابن الإمام الكاضي وبعثت جيشاً لقتله هو قاتلهم أيضاً وبين فترة وأخرى كان يدخل الدار ليستريح ثم يخرج لمقاتلته فنقبوا عليه جدار البيت جاؤوه من بيت الجيران وهجموا عليه وقتلوه في نفس هذا المكان الذي تجدون مرقده في شيراز الذي يقال له شاه شراغ شاه شراغ أحمد بن كاظمي اعتقى ألفاً سيد الأعاظمي حسين ابن الإمام الكاظم صلوات الله عليه كان مختفي فعرفوا به وداهموه وداهموه وقتلوه والآن هناك مدفون محمد العابد وهو الإبن الثالث للإمام الكاظم لم يضفروا به وبقي مستتراً إلى أن مات ودفن في ذلك المكان الآن الآن ثلاثة من أولاد الإمام الكاظم صلوات الله عليه مدفونون في شيراز هذا هو الوافد الأول الوافد الثاني اللي ضم كريمة أهل البيت جاء إلى ساوة كما يقول بعض المؤرخين السلطة أيضاً هاجمت هذا الوافد وقتلت جميع رجالهم بعض إخوة فاطمة المعصومة صلوات الله عليها وبعض أولاد إخوتها كلهم قتلوا كريمة أهل البيت بعد ما تمكنت أن تواصل السفرة فسألت كم بيننا وبين قوم فقالوا بيننا وبين قوم حوالي خمسة وخمسين كيلو متر فطلبت نقلها إلى قوم المذكور في بعض التواريخ أن المأمون دس لها السم في ساوة هناك يعني حتى امرأة من أهل البيت يجب أن لا تبقى فجاءت إلى قوم وبقيت في قوم عدة أيام وتوفيت في قوم في بعض الكتب أنه يوجد في أطراف إيران حوالي ثلاثين ألف من أولاد الأئمة صلوات الله عليه والمرعشي النجفي المرجع المشهور ينقل عنه أنه في قوم يوجد حوالي سلاسة آلاف من أولاد أهل البيت مدفونين في قوم أكثر هؤلاء إما قتلوا أو سموا أو طوردوا حتى ماتوا في بلاد الغرب حتى أحيانا واحد يروح إلى بعض الجبال النائية البعيدة وإذا به يجد هنالك قبرا لواحد من أهل البيت إما قتل هنالك وإما سم وإما طورد حتى مات في بلاد الغرب هذه لمحة تاريخية مختصرة عن كريمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ننتقل إلى المحور الثاني وهو كرامات كريمة أهل البيت الله سبحانه وتعالى أعطى مقاليد الكون بيد أوليائه مقاليد الكون بيده ومن جملة من أعطى الله سبحانه وتعالى مقاليد الكون كثير من المقاليد بأيديهم فاطم المعصوم نحن الذين نعيش في جوارها نحن الذين نعيش في ظلها وفي كنفها ونتنعم بخيراتها يجب علينا أن نعرف موقع هذه السيدة العظيمة الإنسان أحيانا الجوار والقرب ينسيح أن يقوم بحق الطرح لذلك في الأحاديث الكريمة أكو عارفا بحقها السيدة المعصومة صلوات الله عليها لها حق كبير ويمكن لنا أن نستفيد من بركاتها أكبر استفاد ولكن هذا يحتاج إلى التوجه التوجه إلى المقام المعنوي لهذه السيدة العظيمة الإنسان عندما يدخل الحرم أنا أحيانا أقول للإخوة إذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الآن كان موجود الآن قيل لنا إن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في هذه الغرفة إحنا كيف كنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله إحنا كنا نذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله ونعرف أن هذا الشخص بيده كل شيء وكنا نطلب منه كل شيء مما يرتبط بديننا ودنيانا وآخرتنا إن نبي صلى الله عليه وآله لا فرق بين حياته وموته كريمة أهل البيت لا فرق بين حياتها وموتها لذلك لذلك واحد إذا يذهب بهذه المعرفة وبهذه الرؤية وبهذا الانطباح عطاؤهم يشمله أكثر والقضايا من هذا القبيل بالمئات كلمة المئات مو مبالغة حقيقة القضايا التي حلت بواسطة كريمة أهل البيت صلوات الله عليه أنقل لكم قضيتين في بعدين مختلفين القضية الأولى أحد الخطباء الموجودون الآن في قوم تنقل عن هذه القضية يقول ولدت لنا بنت وبعد مضي شهرين من ولادتها ابتليت بحالة اختناق التنفس كان صعب عليه ما أدري أنتو شايفين بعض الأفراد اللي فيهم رابو تنج ضيق في التنفس حالة عجيبة طفلة عمرها شهريا فيها حالة ضيق في التنفس على أثر هذه الحالة بعد ما تمكنت أن تتناول الطعام إلا بصعوبة كبيرة أمها أحيانا كانت تاخذ الملعقة وتخلي شوية من ماء السكر في فمها ومتى تمكنت نام نوما هانئا يقول نحن أخذناها إلى مستشفى في قوم نامت نامت في المستشفى 12 يوم والأطباء بذلوا جهدهم ولم تكن هناك فائدة أي فائدة ما يقول أعدناها إلى البيت بعدين فكرنا أن ناخذها إلى طهران ودناها إلى طهران في مستشفى خاص بالأطفال وبقيت في ذلك المستشفى شهرا كاملا وما إله طعام إلا المغذي وتتنفس بالأكسيجين هذا بالجهاز شهر كامل أي فائدة ما الخطيب الآن موجود في قوم يأسنا رجعنا إلى قوم وإحنا بين قوم وطهران مدة نجيبها إلى قوم بعدين نوديها إلى طهران إلى أن يأسنا نهائيا يقول بعد ما يأسنا أمها بعد ثلاث أربعة أيام من اليأس والعودة من طهران قالت أنا أصوم غدا حتى واحد يوفر في نفس القابل وبالليل بعد الفطور أخذ هذه البنت إلى حرم السيدة المعصومة وألتج إليها ثم قالت لواحد من أولادها ساعة صنعش بالليل تعال لنعود إلى البيت صامت ذلك اليوم بعد الإفطار أخذت هذه البنت الصغيرة التي تتنفس بصعوبة وأخذتها إلى الحرم وشدتها بقماش إلى الضريح ينقل عن العلام الأمين رحمة الله تعالى عليه في قضية مطولة جرت له كان يقول اللهم أعطنا أعطنا علم العلماء وإيمان وإيمان العوام طبعاً طبعاً هذا مو إيمان العوام هذا إيمان العوام وإيمان الراسخين في العهد أحياناً واحد يقع في مرتبة متوسطة تكون له بعض المعلومات فبعد ما يروح في هذا الوادي ما يفكر في ما يفكر فيه العوام وما يفكر فيه الراسخون في العلم العلام الأمين مقيل له في تلك القضية المثبتة في بعض الكتب أنه هذا الرجل أول مبتلي بالمشكلة كان أمله بنا هذه العقيدة نحن فكرنا لحل مشكلاتنا أن نلجأ هكذا نفكر ليلة من الأول الليل إلى الصباح أن نلجأ إلى كريمة أهل الله فكرنا العوام عدهم هذه العقيدة كثير منهم الراسخون في العلم أيضا عدهم هذه العقيدة ساعة قالت قالت أنت أنت أرجع إلى البيت أنا للفجر أبقى هنا وبقيت إلى الفجر وهي تبكي وتتضرع وهذه الطفلة ما تتمكن تتنفس أحيانا أحيانا تخلي في حلقها غاشوقة ملعقة من الماء والسكر فتتأذى هذه الطفلة الناس اللي يمرون يقولون لتأذين هذه الطفلة وتركيها ويرونها على خطوات من الموت هشك الحالة كانت توحي يؤذن المؤذن لصلاة الصباح ولم يحدث هناك شيء تذهب هذه المرأة وتصلي صلاة الصبح شوية بعيد عن الضريح ثم بعد ذلك تخاطب الله سبحانه وتعالى يا الله كان هذا هو الأمل الوحيد وأنا الآن يجب أن أعود إلى البيت بدون حل هذه المشكلة يبدو هاي لحظة الانقطاع أحيانا لحظة انقطاع لها قيمتها تقول هذه وتبكي وتعود إلى الطفلة المشدودة إلى الضريح فتجدها نائمة مع أن الطفلة ما كانت تتمكن تنام إلا بصعوبة عندما تشوف الطفلة نائمة هو يتفرح كأنه تشعر بأن القضية حل تاخذ الطفلة بهدوء وتعود بها إلى البيت الطفلة الطفلة تنام بالبيت إلى بعد الظهر ثم بعد ذلك تستيقظ وقد عادت إلى الوضع الطبيعي والآن والآن الخطيب يقول عند نقل القضية مرت على هذه القضية ثمنطعش عام ولم يعد هنالك أي أثر من الآثار آثار ذلك المرأة أكو هناك شعر معروف ترجمته إذا الفقير كان فاترا الفقير قاعد في بيته وما طلب الذنب يكون على من الذنب يكون على الفقير لا على الذي لم يعطه إذا واحد ما تعرض فالذنب عليه القضية الثانية هذه القضية تنقل عن حفيد الشيخ علي القمي الزاهد المعروف الذي كان في النجاف يقول نحن سغفرنا من العراق وجئنا إلى قوم كل شي ما عندنا يقول أنا أول شي ذهبت إلى الحرام بمجرد ما وصلت إلى قوم إحنا عادة ذهن مشوب بالعوامل المادية فكر إلى من نذهب ماذا نفعل من أصدقائنا في هذا البلد ولكن هذا الرجل أول ما فكر قبل كل شي أن يذهب إلى كريمة أهل البيت وقبل الزيارة وقبل كل شي خاطب كريمة أهل البيت قال إحنا عندما كنا في النجاف كنا في ظل آبائك وأجدادك وإحنا الآن إجينا في ظلك أنا أريد منيش ثلاثة أشياء الشيء الأول إحنا خرجنا من النجاف صفر اليدين كل شي ما عندنا أريد تمشهون أمور هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنه أنا بيت ما عندي وأريد بيت الشيء الثالث أنا أعوام مزوج أولاد ما عندي وأريد أولاد وذر هذا قبل كل يقول في فترة قليلة كل شيء توفر الأمور كلها سهلت والآن هذا الرجل عنده ستة من الأولاد حين نقل القضية طبعاً هذه القضايا كلها تتعلق ببعد معين يمكن واحد أن يطلب كل شيء ولذلك يقول أنا كل عمل مستحب أفعله من ذلك الوقت إلى هذا اليوم أهدي ثوابه إلى كريمة أهل البيت أو أجعلها شريكة في الثواب ننقل هذه القضية أيضاً عن الوالد رحمة الله عليه كان يقول جاء رجل مهجر من العراق بقي في قوم خمسة أشهر أو ستة أشهر ما عنده بيت مشرد في قوم في يوم من الأيام ضغطت عليها هذه الحالة كثيرة بعد خمسة أو ستة أشهر من التشرط جاء إلى حرم كريمة أهل البيت وهو مغضى بدون مقدمات وبدون زيارة وبدون سلام هذه لحظة الانقطاع خاطب كريمة أهل البيت وقال لها هذه هي الضيافة هالشكل الضيفون ضيوفكم يقول يقول طلع من الحرم قبل أن يصل إلى منتصف الصاحن شاف شاف فدواح قال له يا فلان شنو صارت قضية البيت قال لم أصل إلى نتيجة قال أكو فد بيت هنا تعال شوف يعجبك لولا فأخذه ووجد بيتا مناسبا وفي نفس ذلك اليوم اشترى ذلك البيت انقطاع لحظة واحدة كريمة أهل البيت صلوات الله عليها الله سبحانه وتعالى أعطاها كثيرا من مقاليد الكون ينقل عن المحدث القمي رحمة الله عليه أنه رأى المحقق القمي في عالم الرؤية المحدث القمي صاحب المفاتيح رأى المحقق القمي صاحب القوانين المدفون في مقبرة شيخان فقال له هل صحيح أن كريمة أهل البيت تشفع لأهل قم فقال أنا أشفع لأهل قم وكريمة أهل البيت تشفع لأهل العالم كله وطبعاً وطبعاً تعلمون أن المحقق القمي المدفون في شيخان كثير من الأفراد ذهبوا وأخذوا حاجتهم من هو هذا المحقق القمي وبعض الأفراد أنا أعرف المحقق القمي يشفع لأهل قم أما كريمة أهل البيت فتشفع لأهل العالم وهذا مضمور رواية أيضاً أنها تشفع لأهل العالم ونختم الكلام بهذه القضية التي اتفقت لأحد أصدقائنا موجود الآن كان يعيش في ضيق من قضية البيت في يوم من الأيام أول الصباح راح إلى الحرام وقال لك كريمة أهل البيت أنا أريد منكم بيت جديد البناء فيه طابقان وباب يكون باب كبير قراجي وطلع أول ما طلع شاف واحد من ذول الدلالين قال أكفت بيت هنا تعال شوف يعجبك أو ما يعجبك راح شاف بيت جديد البناء ذو طابقين وبابه كما طلب واشترى ذلك البيت بعدين جاب أهله زوجته وأولاده إلى الحرم تشكروا من كريمة أهل البيت صلوات الله عليها طبعا هذه الأشياء أشياء دنيوية الإنسان يجب عليها أن يطلب الدنيا والآخر يطلب العلم والعمل والسموء المعنوي والسموء الأخلاقي العلماء وكانت عندهم عناية بهذا الحرم المطهر وكان عندهم احترام خاص لكريمة أهل البيت والسيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه المرجع المشهور تنقل عنه قضايا متعددة ومن جملة هذه القضايا أنه طلب أن يكتب اسمه في سجل خدام حرم كريمة أهل البيت الآن واحد من خدام حرم كريمة أهل البيت السيد البروجردي رحمة الله تعالى عليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفة مقامها وقدرها أكثر فأكثر وأن تنالنا بركاتها أكثر فأكثر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بلا وماضات